بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أسرع سورة لقضاء الحاجة المتعسرة عن أهل البيت عليهم السلام ما ورد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام لقضاء الحوائج بسرعة سورة الزلزلة هي حصن للمسلم من الصاعقة والزلزال والآفات يقول النبي صلى الله عليه وآله في فضل سورة الزلزلة لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض زلزالها فإنه من كانت في نوافله لم يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا فإن مات أمر به إلى الجنة وسورة الزلزلة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تعدل ربع القرآن ومن يقرأها أربع مرات فكأنما قرأ القرآن كله وهي تعتبر أسرع سورة لقضاء الحاجة كما أنها تزيد الرزق أو تزيد الرزق وتجلب البركة سورة الزلزلة كما ورد عن أهل البيت تقضي الحاجات وتيسر الأمور كما تيسر الزواج وتصلح بين الأزواج عند قراءتها واحد وأربعين مرة بنية الصلح يفضل قراءة سورة الزلزلة في ركعتين الفجر كما أنها من السور المحببة للقراءة قبل النوم حيث تحمي من العديد من أخطار الدنيا من السواعق والزلازل وأيضا من يقرأها يحرم أو يحرم جسده على النار برنامج صباحة ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام